موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الصحافة اليوم هذا البرنامج اللي دائما ما نستعرض فيه بالقراءة والتحليل مجموعة من الأخبار الصادرة في الطبعات الأولى من أحد الصحف المصرية القومية كانت أول خاصة وصحيفة اليوم هي المصر اليوم وسيشرفنا بالتحليل والقراءة معنا الأستاذ محسن عبد الرازي رئيس القسم الاقتصادي في المصر اليوم صباح الخير الأستاذ محسن كل سنة ومتطيب في البداية أهلا وسهلا بحضرتك كل سنة ومتطيب والسهد المشاهدين بخير وبالطبع كل سنة وحضركم طيبين يعني أيام معدودة وعيد الأطحى المبارك يعني ربين عيدوا علينا وعلى الأمم الإسلامية كلها بالخير واليمن والبركات واسمح لأستاذ محسن نبدأ من الصفحة الثالثة من المصر اليوم والمنشت بيقول أسيسي يبحث تعزيز التضامن العربي مع بن زايد الرئيس يجيب الوقوف يدا واحدة ضمن محاولات التدخل في شؤوننا طبعا كل يوم بيظهر مجموعة جديدة من الأخبار اللي بتحاول فيها أو بتحاول مصر لمش شمل العربي من جديد وأيضا أخبار تؤكد أن المؤامرة ما زالت مستمرة على المنطقة العربية ده صحيح كل يوم زا معاك بتقول مصر بتستقبل ضيوف ووزراء ومسؤولين عرب من يومين كان العاهل الأردني موجود في القاهرة واستقبله السيد الرئيس ومبارح كان المسؤول الإماراتي حيث ذكرته وكان تأكيد برضو على لم الشمل العربي والأمن مصر أكدت أن الأمن القومي العربي ومصر جزء لا يتجزع من الأمن القومي العربي وكانت أكدت أكتر من مرة أن أمن الخليج يعد برضو من أمن مصر ولا تنقطع الاتصالات والمشاورات بين مصر وتحديدا الإمارات والتي تعتبر أكبر داعم لمصر خلال الفترة الأخيرة لا سيما على الصعيد الاقتصادي والدعم الذي تساند به مصر لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الرهنة سواء من خلال المشاركة بدعم الاستثمرات المباشرة أو من خلال الوضايع التي تديها لمصر ويتم ربطها في البنك المركزي لدعم الاقتصاد بعض الأزمات طبعا أهم حاجة هو ملف التموين وشاهدنا وجود وزير جديد للتموين في الحكومة وتصريحاته في النهاردة بتقول أن لا للفساد وأنه يحارب الفساد بشكل شخصي مبارح بدأ ست محافظين جدد تم تعيينهم ودهم اليمين الدستورية أمام الرئيس واجتمع معهم أمس الأول بدأوا بالأمس نشاطهم وممارسة عمالهم من داخل محافظاتهم بالإضافة لوزير التموين الجديد المكلف وهو أحد قادة القوات المسلحة وكان رئيسا لجهاز الخدمة العامة التابعة للقوات المسلحة ومعلوماتي وما نشر بيؤكد أنه هو عمل دور كويس فيما يتعلق بالتموين في أثناء الثورة والسلع والإمدادات على مستوى مصر فيما يتعلق بالمهام المكلفين بها تجديد على مواجهة الأزمات التي تخص الشارع والمواطن بالأساس ومواجهة الفساد لا سيما أن تعيين وزير جديد للتموين جاء على خلفية أزمة ملف فساد القمح والذي أطاح بوزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي والذي قدم استقالته على إسر تصاعد هذا الملف وتدعيه مع مجلس النواب وتشكيل لجنة لتقص الحقائق لا زالت التحقيقات تدور حول هذا الملف إذن إحنا أمام تكلفات في فترة مهمة تشتد فيها الاحتياجات للمواطن في توفير السلع وإحنا مقابلين على عيد الأضحى وعندنا لازم يكون فيه مواجهة عيد أضحى وبعدها مدارس وبعدها لازم حضرتك يكون فيه توفير للسلع بشكل أساسي خاصة للسلع الأساسية الألبيب هناك أزمة عشان برضو حدك نكون صرحاء ولازم يكون فيه مواجهة للأزمة على الأرض أزمة بوتجاز حضرتك لازم برضو يكون فيه مواجهة لاستغلال وفساد حاصل في توزيع المواد البترولية وعندنا أزمة حضرتك في السولار والبنزين التحدي الحقيقي للمحافظين في تقدير الشخصي أنه هم يوفروا الاحتياجات المواطن وينزلوا للشارع ويحتكوا بالمواطن وعدم الجلوس في المكاتب طيب دي نقطة مهمة لأن حتى المنشط بيكلم على مجموعة من القضايا بتخص كل محافظة على حدة كلهم محافظين دولة تغيروا زي ما قلنا القمامة بالإسكندرية، الطائفية في المينيا، الرأي بالفيوم والمرور بالسويس وأكيد طبعا هي الدول اللي هيكونوا مشتركين بين جمال المحافظات يعني بشكل ما يعني زي ما حضرتك بتتكلم أنا أتفق معك أي القضايا دي مشتركة في كل المحافظات لكن هي أثارت أزمات هذه القضايا خلال الفترة الأخيرة أعتقد أنه تم تغيير المحافظين الستة على إسر هذه الأزمات المينيا طبعا حضرتك متابع الطائفية في السيادة الطائفية في المينيا يمكن هي المينيا المزالت هي يعني إحنا ما بنشوفهاش في أي حتة تانية داخل مصر ظهرة في المينيا بشكل كبير طبعا لأنه لازم يكون فيه برضو يعني المعالجة بعيدا عن العنصرية ولازم حضرتك يكون فيه برضو يعني معالجة الأمنية أيضا بعيدا عن المعالجة الأمنية وأنه برضو يكون فيه حضرتك يعني مصرحة ومكشفة وعدم اللجوء للجلسات الصلح العرفية لازم تتحلل مسائل حضرتك من الجزر ده يستوجب أن يكون فيه عندي حضرتك مسؤول بمعنى كلمة مسؤول ينزل حضرتك للشارع وما نخبيش وما نخفيش حاجة لغاية ما حضرتك الإعلام يكشفها وبعد كده نعترف بيها نبدأ نعترف أنه عندنا مشكلة وعندنا غالب النقطة التانية لازم حضرتك برضو فيما يتعلق بالقمامة القمامة مش حكر عفوا أو الإسكندرية فقط احنا حضرتك عايشين في القاهرة وشايفين حضرتك القمامة القمامة دي لازم يتم برضو حضرتك فيها معالجة اقتصادية لها تدورها فين المشاريع بتاعت تدور القمامة واستغلالها ده كنز زي ما بيقولوا عليها بالضبط دي دول كتيرة سيادتك بتستخدم وتعمل لها مصانع احنا هنا بنتكلم فيها بقالنا فترة وما فيش حاجة على الأرض حضرتك في استغلال الموضوع ده وحتى طالبنا أن احنا رجعوا يا سيدي جامع القمامة اللي كان بيطلع المنازل تاني ده صحيح مدام ما فيش شركات لقينها أن هي تطلع وبدل من الناس تجمع قمامتها في الشارع ويبقى المنظر سيء وأمراض وغيره 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 طبعا ده غير الفترة اللي احنا بنعيش فيها الوقتي اللي هو يعني عفوا الزريبة الكبيرة اللي احنا عايشين فيها الوقتي تشوف الجزارين فتحين زرائب تحت تحت عمارات اللي هم شغالين فيها وفي المناطق روائح كريهة أبقار وغنم وماعز وغيره يعني فين المحليات فين المحافظين فين الحكومة فين كل ده الرقابة فتش سيادتك عن الرقابة لابد أن يكون فيه رقابة وده اللي بقول الحركة ليه وأكد عليه المتابعة الميدانية المتابعة الميدانية اللي تقضي على كل كل الأوضاع الفساد اللي موجود بكل قطاعاته محليات تموين كل قطاعات الحكومة النقطة التانية القمامة اشرك القطاع الخاص يسيدي فيها يعني فيه عند حضرتك وحدة المشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في وزارة المالية المفروض دي حضيرك بتدخل فيها كل المشاريع اللي عايز تعملها بنظام مشاركة القطاع الخاص عشان تخفف من على الموازنة العامة للدولة عب التنمية واللساس مار في المشاريع دي صحيح عموما هي ملفات طبعا شائكة ونتمنى يعني أن يكون المحافظين للجدد على قد هذه المسئولية ونتمنى التوفيط طبعا لوزير التمويل لأن يعني حاجة المواطن دي أهم حاجة وهو أكد على كده وسيادة الرئيس طبعا في البداية أكد أن قوت المواطن يجب الحفاظ عليه بشكل ما طيب نروح لصفحة التالتة الحكومة توافق على مشروع قانون الجمعيات الأهلية تفويد وزير التجارة بترسية 8 رخص للإسمنت واستكمال إجراءات التعاقد مع شركتين التاكسي النهري طبعا عندنا يعني مشروع قانون الجمعيات الأهلية وأيضا تفويد الوزير التجارة على موضوع 8 رخص جديدة للإسمنت وإجراء التعاقد مع شركتين التاكسي النهري استثمارات جديدة دخل بشكل ما ورأيك إيه في قانون مشروع قانون الجمعيات الأهلية ده صحيح مشروع قانون الجمعيات الأهلية عرض على مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الاجتماع الأسبوعي وللأسف الشديد يعني ما نقل عن الاجتماع أو من إعلان من بيان صحفي يعني يفتقد كثيرا للمعلومات يعني هو المفروض حضرتك يكون فيه تفاصيل أنت بتعدل قانون الجمعيات الأهلية خاصة أن الجمعيات دي أثارت الكثير من الجدل واللغط عقب الثورة وتورط البعض فيه ما قيل عن تمويل أجنبي المفروض أن حضرتك التعديل للقانون ده هيقنن مسألة الجمعيات والتعامل معها إزاي والمعايير والشروط التي تحصل بها على تمويل أجنبي النقطة الثانية حضرتك فيما تعلق به نشاط الجمعيات داخل مصر بيتعلق به يعني سواء التعامل مع الطفل مع تنمية اجتماعية مع المرأة مع رجل يعني بشكل شامل ما علمته أن التعديل هيكون محدود في القانون الحالي للجمعيات الأهلية قد يكون في حدود مادة أو مادتين في ما يتعلق به التمويل وشروط الإنشاء للجمعيات وهكذا تمام طيب بالنسبة بقى لتفويد وزير التجارة بترسيل تمن رخص للإسمنت واستكمال اجراءات التعاخل مع شركتها التاكسي النهري تمويل شروط الرخص دي كانت تكلمت عنها الحكومة من فترة وإني هتتوسع في الرخص دي عشان خاطر اللي عايزة حضرتك يعني نوع برضو من استثمارات وبرضو نقد أجنبي النقطة التانية برضو معلوماتي أنه مش هتبقى رخص أسمان تفقد الفترة الجاية فيه برضو رخص حديثة جاية في الطريق وبالنسبة للتاكسي النهري ده مشروع برضو تطوير ودخل فيه معلوماتي برضو مشاركة النظام مشاركة مع القطاع الخاص نعم نعم طيب نروح لموضوع تاني وهيكون موضوع مهم هيأثر على حركة التجارة بشكل كبير في مصر ومن الصفحة الأولى للمصر اليوم الرئيس يصدق على القيمة المضافة والتطبيق اليوم طبعا قانون القيمة المضافة أثار كثير من الجدل قبل عرضه وبعد عرضه وبعد الموافقة عليه من حضرتك طبعا متخصص في الاقتصاد احنا عندنا في بعض الشركات أو كثير من الشركات وقفين حالهم ووقفين حال المواطن لما بتروح تشتري وقول لك لا احنا وقفين البيع لأن احنا لسا عايزين يشوف القانون القيمة المضافة شركات تانية والمتاجر العادية زودت أسعار وقال لك قانون القيمة المضافة طبعا القانون ما تطبقش ما هيرجع بقى يضيف القيمة المضافة على الإضافة اللي هو عملها فيبقى أنت كده المواطن رايح فين طبعا أكيد المواطن والغلاء المستمر هيسير حفيظة المواطني قانون التفق مع سيادتك قانون القيمة المضافة أسعار الجدل في السوق ومن قبل حتى ما يقر نهائي من المجلس النواب أو يصدق عليه الرئيس أمس وينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ تطبيقه اليوم حصدا أن قوانين الضرائب تسري منذ اليوم التالي لصدورها ونشرها في الجريدة الرسمية قانون قيمة المضافة يعد امتداد لضريبة المبيعات المطبق حاليا امتداد ولا بديل لأن برضو إحنا ما زلنا والمواطن العادي مش فاهم هل هو هتطبق على يعني هتطبق قيمة اللي هي المبيعات ضريبة المبيعات وبعدها هتطبق القيمة المضافة هو في نص القانون هو بديل هيلغي المبيعات ويحط القيمة المضافة فبرضو عايزين نفهم المواطن لأن عايزين المواطن يبقى فاهم لما يجي حد يقوله أسهلنا حطين ضريبة جديدة القيمة المضافة المواطن برضو يبقى عارف يبقى فاهم هي تمشي إزاي ده صحيح ضريبة المبيعات القائمة حاليا ما كانش بيوسع التطبيق على جميع الخدمات أو مراحل إنتاج السلعة والخدمة في جميع مراحلها حتى الاستهلال قانون ضريبة القيمة المضافة يعد امتداد وتطوير للقانون ضريبة المبيعات هيخضع كل السلعة والخدمات ما عدا السلعة المتضمنة جدول 57 سلعة وخدمة وتتضمن في أبرزها السلع الأساسية مجموعات الأكل والشرب والأدوية والصحة والتعليم وكانت الحكومة في مشروع اللولاني عايزة تعفي التعليم الدولي لكن مجلس النواب قال لها لا كل التعليم يبقى معفي قصوة بالنظم العالمية فيما يتعلق بارتفاع الأسعار استغل التجار بالفعل لا زي ما حاجة بتقول القانون حتى قبل تطبيقه ورفع الأسعار هنا لازم حضرتك يكون فيه رقابة من أجهزة الدولة وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب جهاز مكافحة التهرب الضريبي جهاز حماية المستهلك مباحث التومين لسيما أن فيه سلع حضرتك مش متضمنها حضرتك الخضوع للقانون وزادة أسعارها زي السكر مثلا هو معفي من ضريبة القيمة المضافة والسعر زاد خلال الفترة اللي فاتت الكيل وصل 8 جنيه الصحيح السجاير السجاير حضرتك برضو عندك بتلاقيها لها كذا سعر طيب وزارة المالية حضرتك طلعت مبارح القرار بتاع وزير المالية بتحديد أسعار السجاير ونشرته في الجريدة الرسمية روح أن تشتري السجاير بقى بالسعر داخل البيع هايقولك مع السلام بالظبط حضل حاصل بالفعل يبقى فينا هنا حضرتك فتش عن الأجهزة بتاعت الرقابة بتاعت الدولة النقطة التانية والأهم لازم برضو حضرتك يكون زي ما قال القانون تفعيل الفاتورة الضريبية أيوة دي نقطة مهمة الفاتورة الضريبية تم تجريمها وتغلز العقوبة عليها حضرتك واتعاملت كذا قانون لها سعيدين برضو مفاهم الناس لأن أيام ضربة المبيعات أنت لما بتروح لبيع تقول لنا عايزة اشتري ده يقول لك بكذا تقول لنا عايزة فاتورة لا يقول لك هزود لك مش عارف إيه صدربة المبيعات لا ده مش حقيقي وده مش رسمي المفروض ده ما يحصلش ولازم حقيقة في القانون الجديد ده أنه هو المفروض عامل حوافز وإبلاغ وهينزل معلوماتي برضو وينزل أرقام ساخنة وخطوط مع وزارة المالية ومصلحة الضريب للإبلاغ عن هذه الممارسات لا بالعجزة أنا كمان اللي أنا فهمته من مسؤول أن لازم البيع يدي لك فاتورة علشان هو كده كده هيدفع الضريبة فعشان أنت يحملك الضريبة دي يبقى لازم يدي لك فاتورة من غير الفاتورة مش هيقدر يحملك الضريبة وهو حضرتك برضو اللي أنا أعلمه أنه يبقى فيه حاجة اسمه حوافز ويعمله صحوبات أو جوائز لتشجيع الناس أنه أنت تصدر ضريبة كتاجر أو بائع وأنه أنا أخذ منك أسألك على الضريبة دي وهيبقى فيه حاجة اسمه حوافز وجوائز شهرية وصانوية أستاذ محسن أستاذ محسن عبد الرازي هي دي المشكلة أن أنت لم تعلم الجمهور حتى الآن بشكل كافي المواطن اللي هيدفع الضريبة في الآخر الضريبة دي أنا هيدفعها التاجر وهيحملها على السلع على المواطن هيدفعها الصانع على المراحل الأولى وهيحولها على المرحلة اللي بعديها اللي هو هيحولها على المرحلة اللي بعديها وهي مضافة على مضافة على مضافة لغاية لما توصل في الآخر للنسبة اللي هتوصل لها إحنا برضو مش محدد إحنا أنت كمواطن أنا مش فاهم أنا هدفع مثلا الألم ده مر بكم مرحلة فهدفع فيه في الآخر كام عشان أنا عشان هنا بنتكلم على حتة الرقابة وحتة المواطن إنه هو لما يجي الألم ده كان بجنيه أنت رايح تشتري بيقولك بخمسة جنيه طب ليه يقولك الضريبة عليه الضريبة بقت أربع أضعاف من لازم المواطن يفهم لغاية الوقت إحنا ما زال عندنا مشكلة في الحكومة في إعلام المواطن بالحاجات دي صحيح الكلام اللي حاجة بتقوله ده سليم 100% وفيه أعتقد فيه حملة بعد صدور القانون فيه حملة تعملها مصلحة الضرائب بالتعامل مع وزارة المالية لتوعية وإعلام المواطنين بإيه اللي معفي وإيه اللي خاضع النقطة الثانية اللي حاجة بتقوله دي هي اسمها ضريبة غير مباشرة تمام بيتحملها بفعها التاجر شهريا أو الباقة وبيحملها لعنى على السلع اللي هي الخضع مع قر البرلمان أو مجلس النواب سعر عام نهائي للضريبة 13% السنة دي على أن تزيد السنة الجاية 14% تمام عندنا المفروض حضرتك يحصل أنه يطلعوا يقولوا للناس إيه اللي معفي وإيه اللي خاضع ويبقى فيه زي ما حاجة بتقول توعية وإعلام للمواطنين خاصة أن الناس خايفة الفترة الجاية أنه من كتر شوية كل شوية تزيد حداك الضرائب المفروضة على ناس هي المشكلة مش في الضرائب أنا في رأي أن المشكلة مش في الضرائب هي المشكلة في جشعة التجار أنت لما تلاقي مثلا الفواكه أو الخضروات بتزيد مع أنها معفية في الضريبة ولما تروح مرة يقول لك أصل الدولار غلي مرة تانية يقول لك فيه ضريبة جديدة ما هو لازم مواطن يبقى عنده وعي أي اللي زاد عليه ولازم برضو يبقى فيه تفعيل لحماية المستهلك وتفعيل للرقبة ده صحيح زي ما أنت قلت على الأسواق ده صحيح جزء كبير برضا فاندم أن الفترة الأخيرة فيه أسعار كتير زادت بدون أي أسباب مش بالضرائب زي ما حاجة بتقول بس كان بطل رئيسي فيها نقص موارد النقد الأجنبي وده مش خاف على حد ما هو الدولار فتش على الدولار فيه استيراد لكن أفهم ما هو الدولار يعلي الطماطم ويعلي الخيار اللي أنت بتزرعه إزاي ما هو ده السؤال اللي إحنا بنسكلم لا مالوش علاقة لكن هو حضرتك زي ما أنت بتقول جشع واستغلال من التجار أفهم أن السلعة اللي تزيد اللي هي المستوردة بشكل أساسي صحيح تمام ده مرتبطة بالدولار لابد برضو حدك أن يكون فيه برضو خطة حقيقية لعلاج أزمة النقد الأجنبي صحيح أنت ترجع حدك السياحة ترجع التصدير ترجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لمعادلة الكدام لكده الاستثمار الأجنبي المباشر ده أهم شيء لازم يرجع لازم يرجع عشان هو اللي بيجيب لها ده أجنبي حامل لي قانون استثمار زي ما بيقول الكتاب زي ما الدول التانية وانفعل بقى الشباك الواحد والكلام اللي احنا بنقول عليه بقى أنها سنين طيب اسمح لي أروح للصفحة الخمسة إسماعيل وزير خارجات اليابان نستهدف معدن نموه 6% سنورة يؤكد حرص الشركات اليابانية على دخل استثماراتها في السوق المصرية اسمح لي أضم معاه خبر تاني وهيكون في الصفحة التالتة أغندا تسحب أراضي من مجموعة شركات إيرانية وتخصصها لمصر المشروع المشترك للأمن الغذائي يبدأ تصدير اللحوم طبعا هم خبرين إذا كان بنتكلم فيه بقى عن الاستثمار والمشاركة اليابانية ومعدل النمو اللي مصر بتستهدفه ومن الناحية التانية بنتكلم على يعني العلاقات المصرية الأفريقية سحب أراضي من إيران وتحويلها للاستثمارات المصرية عشان نعمل أمن غذائي مشترك ده صحيح ده صحيح إنها مبارع كان وزير خارجية اليابان بالفعل لما بيزور قارة والتقى رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل واتكلم فيها معاه فيه المشاريع اللي اليابان بتستهدف التوسع فيها في مصر ومنها مشروع مترو الأنفاء ومشروع الإلكترونيات ومشاريع أخرى تنموية الحكومة المصرية طبعا دايما بتعرض على المؤسسات المالية والتمولية الدولية والإقليمية وكذلك كبار الضيوف دول العالميين بتعرض عليها برنامج الإصلاح الاقتصاد والاجتماع اللي هي عدته واللي بيتضمن تحقيق المعدلات اللي هي حراك النمو وستة في المية ديا ويعني خطط إنه هيجزي باستثمارات بهجف طبعا جذب الاستثمارات المباشرة بالزبط طبعا حضاك اليابان انت عارف إنه اللي هي حصة كبيرة في الاستثمارات في مصر ويعتبر برضو شريك شريك رئيسي في الاستثمار الأجنب المباشر لمصر نعم طيب لو كلمنا على قصة أغندا أغندا أعتقد أن ده جاف في الاجتماعات اللي بتشهدها العاصمة السودانية الخرطوم اللي كانت متخصصة لمخصصة لمفاوضات سد النهضة نعم وأن طبعا ده كان مقرر أن يتم توقيع العقود وتم أعتقد حسب معلوماتي ارجاء التوقيع لمدة أسبوعين فيما يتعلق باتجاه مصر زي ما حاجة بتقول أفريقيا لابد أن هذا يحصل ويتم من خلاله اكتفاء ذاتي في البروتين الحيواني والإنتاج الزراعي وأعتقد أن فيه جهات زي البنوك الحكومية الكبرى في مصر بتتوجه نحو أفريقيا للزراعة والسروة الحيوانية طبعا هذه نقطة مهما أننا نحاول نعمل اكتفاء ذاتي وأمن غزاء أفريقي سواء عن طريق اللحوم أو عن طريق الخضروات أو غيره لأن إفريقيا غنية وما زال فيها لتجربة مع السودان أنه حصل على ألاف الأفدار صحيح دينوطة مهمة ونتمنى أن نقدر نتوسع فيها وإحنا عندنا خبرات وتكنولوجيا وهم عندهم أراضي غنية لماذا لنا تعاون سيد محسن عبد الرازي رئيس القسم الاقتصادي بالمصر اليوم أنا بشكرك على وجودك معنا وهذه القراءة التحليلية ربنا خليك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام شكرا موصول لكم دائما على متابعة الصحافة اليوم كان معكم حسام الدين عاطف وبنشكركم على هذه المتابعة وإلى اللقاء